إنعمت بالبركات وخير الصحة والرزق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد ذكرنا مجمل كلام المفسرين في هذه الآية الكريمة وما نراه صوابا من ذلك وذلك في الفتوى رقم 35801 وأما قراءة الملكين بكسر اللام فهي قراءة شاذة كما في تفسير السمعاني وقد قال فيها القرطبي قرأ ابن عباس وابن أبزة والضحاك والحسن الملكين بكسر اللام آه ونسبها لهم كذلك ابن جني في المحتسب وقد وفق الجصاص بين القراءتين فقال قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قد قرئ بنصب اللام وخفضها فمن قرأها بنصبها جعلهما من الملائكة ومن قرأها بخفضها جعلهما من غير الملائكة وقد روي عن الضحاك أنهما كانا على جين من أهل بابل والقراءتان صحيحتان غير متنافيتين لأنه جائز أن يكون الله أنزل ملكين في زمن هذين الملكين لاستيلاء السحر عليهما واغترارهما وسائر الناس بقولهما وقبولهم منهما فإذا كان الملكان مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما وسائر الناس معنى السحر ومخاريق السحرة وكفرها جاز أن نقول في إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين الذين هما من الملائكة بأن أنزل عليهما ذلك ونقول في القراءة الأخرى وما أنزل على الملكين من الناس لأن الملكين كانا مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما كما قال الله تعالى في خطاب رسوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال في موضع آخر قول آمن بالله وما أنزل إلينا فأضاف الإنزال تارة إلى الرسول عليه السلام وتارة إلى المرسل إليهم وإنما خص الملكين بالذكر وإن كانا مأمورين بتعريف الكافة لأن العامة كانت تبعا للملكين فكان أبلغ الأشياء في تقرير معاني السحر والدلالة على بطلانه تخصيص الملكين به ليتبعهما الناس كما قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغف قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد كانا عليهم السلام رسولين إلى رعاياه كما أرسلا إليه ولكنه خصه بالمخاطبة لأن ذلك أنفع في استدعائه واستدعاء رعيته إلى الإسلام وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر وقيصر وخصهما بالذكر دون رعاياهما وإن كان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أن الرعية تتبع للراعي وكذلك قال عليه السلام في كتابه لكسر أما بعد فأسلم تسلم وإلا فعليك إثم المجوس وقال لقيصر أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين يعني أنك إذا آمنت تبعتك الرعية وإن أبيت لم تستجب الرعية إلى الإسلام خوفا منك فهم تبع لك في الإسلام والكفر فلذلك والله أعلم خص الملكين من أهل بابل بإرسال الملكين إليهما كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فإن قيل فكيف يكون الملائكة مرسلا إليهم ومنزلا عليهم قيل له هذا جائز شائع لأن الله تعالى قد يرسل الملائكة بعضهم إلى بعض كما يرسلهم إلى الأنبياء كثف أجسامهم وجعلهم كهيئة بني آدم لإلا ينفروا منهم قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يعني هيئة الرجل آه والله أعلم